نروح لخبر تاني كان غريب وجديد علينا فيه مسابقة بتتعامل سنويا فيه منتجع للأجازات فيه شمال الجبل الأسود بشبه جزيرة البلقان المنافسة هدفها الحصول على لقب المواطن الأكثر كسلا والسنة دي فيه سبع متنفسين قدروا يحطموا الرقم القياسي بتاع السنة اللي فاتت واللي وصل لـ 117 ساعة من الراحة المتسابقين السنة دي نايمين على الحصير لمدة 463 ساعة المسابقة الغريبة بدأت من 12 سنة وكان هدفها السخرية من أسطورة شعبية بتوصف سكان الجبل الأسود بالكسالة المسابقة بدأت بـ 21 مشترك وحصل تصفيات لحد ما قدر سبع متسابقين من الاستمرار وتحطيم الرقم القياسي لحد النهاردة فأنا مش متخيلة طبعا المسابقة دي بقت مسابقة يعني نقدر نقول عالمية وبيشارك فيها ناس كتير وبيقدروا إنهم يكملوا لعدد ساعات كتير من الاسترخاء يا طرح يكملوا لحد إمتى؟ الله أعلم فطبعا أنا عارفة أنتوا دلوقتي كلكم بتتمنوا المسابقة دي تتعامل عندنا هنا في مصر نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا